السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نكمل مع بعض شرحة أنشط التعلم من المفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي من الوحدة الأولى العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية نشرح نشاط رقم 10 ونشاط رقم 11 فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الشبكات الغذائية هنا بيقول لك نشاط حل الكعالم فكر تعتبر معظم الكائنات الحية جزءا من عدة سلاسل غذائية في رأيك هل يمكن حدوث تداخل بين أكثر من سلسلة غذائية مع بعضها أم لا يبقى هنا يقول لنا الكائنات الحية بتعتبر جزء من عدة سلاسل غذائية هنا بيسألنا بيقول هل يمكن حدوث تداخل بين أكثر من سلسلة غذائية مع بعضها أم لا هذا اللي نعرفه في درس النهاردة أول حاجة نعرف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية أثناء قرائتنا الموضوع معين بنرسم أحيانا بعض المخططات الزهنية والشبكات لتوضيح العلاقة بالمجموعة من المعلومات المختلفة بنفس الطريقة يمكننا أن نرسم العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية حيث بتتفاعل جميع الكائنات الحية بعضها مع بعض بما في ذلك الإنسان في الشبكات الغذائية المختلفة إذا في الشبكات الغذائية المختلفة بتتفاعل جميع الكائنات الحية بعضها مع بعض بتعرض الشبكات الغزائية العلاقة بين الغزاء والطاقة التي تنتقل من كائن حي إلى آخر إذا الشبكات الغزائية بتعرض العلاقة بين الغزاء والطاقة الطاقة التي تنتقل من كائن حي إلى آخر إيه تعريف الشبكة الغزائية؟ الشبكة الغزائية تعريفها مجموعة من السلاسل الغزائية المتداخلة مع بعضها إبا تعريف الشبكة الغزائية مجموعة من السلاسل الغزائية المتدخلة مع بعضها تمد الشمس الكائنات المنتجة اللي هي النباتات بالطاقة إبا الشمس تمد الكائنات المنتجة اللي هي النباتات بالطاقة تعتبر الكائنات المنتجة هي أول الكائنات الحية في السلاسل الغزائية ومصدر الغزاء لسلسلة من الكائنات المستهلكة التي تتغذى على النباتات فقط أو النباتات والحيوانات بل الكائنات المنتجة أول الكائنات الحية في السلاسل الغزائية والكائنات المنتجة مصدر الغزاء لسلسلة من الكائنات المستهلكة الكائنات المستهلكة دي التي تتغذى على النباتات فقط أو النباتات والحيوانات هنا بيقول لك تأمل الرسم التالي الذي يوضح التداخل بين سلاسل غزائية داخل نظام بيئة فهنا عندنا أول حاجة العجب العجب هنا يمثل الكائنات المنتجة يتغذى على العجب الخنفساء يتغذى عليها الطائر فهنا الطاقة تنتقل من العجب إلى الخنفساء إلى طائر صغير الطائر الصغير ده يتغذى عليه سعبان فتنتقل الطاقة من الطائر الصغير إلى السعبان بعدك السعبان يتغذى عليه الصقر فتنتقل الطاقة إلى الصقر في نفس الوقت عندنا العجب يتغذى عليه الجراد فممكن هنا الجراد يتغذى عليه الضفضع فتنتقل الطاقة من الجراد إلى الضفضع في نفس الوقت الجراد ممكن يتغذى عليه طائر صغير فتنتقل الطاقة من الجراد إلى الطائر الصغير طب هنا عندنا الضفضع يتغذى عليه السعبان فتنتقل الطاقة من الضفضع إلى السعبان بعد كده السعبان يتتغذى عليه البومة فتنتقل الطاقة من السعبان إلى البومة الشكل ده يمثل شبكة غزائية ده اسمه شبكة غزائية ماذا نحتاج لعمل نموذج لشبكة غزائية داخل نظام بي اين اول حاجة ضوء شمس كمصدر اساسي للطاقة يبا ضوء الشمس مصدر اساسي للطاقة عايزين كائنات منتجة للغزاء مثل العجب والاشجار يبا كائنات منتجة للغزاء مثل العجب والاشجار حيوانات من سلاسل غزائية مختلفة علاقات غزائية بين الحيوانات المفترسة والفرائس علاقات غزائية بين الحيوانات المفترسة والفرائس طب هنا عندنا ما الذي تمثله الاسهم في الشبكة الغزائية تمثل الاسهم اتجاه انتقال الطاقة بين الكائنات الحية يبا هنا يقول لك نحتاج لعمل نموذك لشبكة الغزائية داخل نظام بي الى ضوء شمس كمصدر اساسي للطاقة كائنات منتجة للغزاء مثل الاعشاب مثل العجب والاشجار حيوانات من سلاسل غزائية مختلفة وعايزين نعرف العلاقات الغزائية بين الحيوانات المفترسة والفرائس هنا عندنا الاسهم تمثله اتجاه انتقال الطاقة بين الكائنات الحية تأمل الرسم التالي الذي يوضح نموذجا اخر لشبكة الغزائية لازهار التفاعلات بين عدة سلاسل غزائية هنا عندنا بداية السلسلة نقول لك الكائنات المنتجة هنا العجب يمثل الكائن المنتج فهنا العجب يتغزى عليه الارنب الارنب يتغزى عليه السعبان فتنتقل الطاقة من العجب الى الارنب الى السعبان هنا عندنا الفقر يتغزى عليه العجب الفقر يتغزى على العجب بعد كده الفقر الفقر يتغزى عليه السعلب فتنتقل الطاقة من العجب الى الفقر الى السعلب وهنا عندنا ممكن الأرنب يتغذى عليه الصقر فتنتقل الطاقة من الأرنب إلى الصقر وبرضو البومة ممكن تتغذى على الفقر فتنتقل الطاقة من الفقر إلى البومة هنا عندنا العجب يتغذى عليه الجراد العصفور يتغذى على الجراد فتنتقل الطاقة من العجب إلى الجراد ومن الجراد إلى العصفور السعبان يتغذى على العصفور فتنتقل الطاقة من العصفور إلى السعبان هنا عندنا الضفضع يتغذى على الجراد فتنطقل الطاقة من الجراد إلى الضفضع الذي يتغذى عليه البومة فتنطقل الطاقة من الضفضع إلى البومة وهنا ممكن الضفضع يتغذى عليها السعبان فتنطقل الطاقة من الضفضع إلى السعبان السعبان يتغذى عليه الصقر فتنطقل الطاقة من السعبان إلى الصقر مما سبق أكمل الجدول التالي فهنا عندينا بيقولك الكائنات المنتجة الكائنات المنتجة اللي هي الكائنات بتحصل على الطاقة من ضوء الشمس مثل ايه العجب بنكتب هنا العجب طب الحيوانات المفترسة كائنات مستهلكة بتعتمد في غزائها على افتراص الحيوانات الأخرى مثل ايه مثل الصقب البومة السعلب فنكتب اي حاجة منهم الفرائس اللي هي الحيوانات اللي تتغذى عليها الحيوانات المفترسة مثل الارنب او الفقر او الضفدع طب هنا عديك سين سؤال تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اول حاجة بوقت التفاعل والتداخل بنعدد سلاسل غزائية داخل نظام بيه يعرف بيه يعرف بالشبكة الغزائية فنختار الشبكة الغزائية طب رقم اثنين الكائنات المستهلكة قد تكون حيوانات مفترسة فقط فرائس فقط او الاثنين معا اذا نختار الاثنين معا ممكن تكون حيوانات مفترسة وممكن تكون فرائس رقم ثلاثة تحصل الكائنات المنتجة على الطاقة من نغط من ضوء الشمس فنختار ضوء الشمس رقم اربعة تعتبر نغط مثالا للكائنات المنتجة في الشبكات الغزائية المختلفة اليمين الأشجار والعجب فنختار الأشجار والعجب البحث العملي الشبكات الغزائية في البيئة المحيطة نشاط ابحثك عالم في هذا البحث ستلاحظ موطنا طبيعيا في بيئتك المحيطة وتحدد الشبكات الغزائية الموجودة بها وتصمم نموذج يوضح تلك العلاقات هنا بيقول لك توقع نوع النبات أو الحيوان الذي ستجده في منطقتك وهل تعتقد أنك ستكون قادر على إيجاد علاقات بين الحيوان المفترس والفريسة هنا عندنا تجربة نموذج شبكة غزائية تجربة نموذج شبكة غزائية الأدوات المطلوبة عندنا عدسة مكبرة أقلام رصاص ملونة كاميرا أداء اختياري خطوات العمل بيقول لك في مجموعتك اكتب أكبر عدد من الأفكار عن أنواع الكائنات الحية التي تحتاج إلى البحث عنها كي تتمكن من تقديم شبكة غزائية متكاملة في النظام البيئي بيقول لك فكر في أنواع النباتات والحيوانات التي نتوقع العصور عليها سجل هذه الأنواع في الجدوى الأول فكر في الأسئلة التي قد تساعدك أو توجهك بشكل صحيح أثناء بحثك سجل أسئلتك وارجع إليها في نهاية النشار رقم 3 استكشف منطقة الماء في البيئة المحيطة خارج فصلك ويقول لك تحرق ببطء وتجنب الحق الضرار بالبيئة دول ملاحظات عن الأنواع المختلفة من الكائنات الحية للتعيش هناك وانتبه جيدا العلاقات بين الكائنات التي تتم فيها انتقال الطاقة وسجل تلك العلاقات في الجدول التالي أو في كراستك أو ارتقط لها صورا بالكاميرا الخطوة الرابعة في الفصل الرتب الكائنات الحية التي لاحظتها في شبكة غزائية يمكنك تطبع صور أو التعبير بالرسم عن بعض ملاحظاتك لتكوين الشبكة دون في شبكتك الغزائية أي أنشطة غزاء لاحظتها في شكل مباشر واكمل علاقات المناقصة في شبكة الغزائية عن طريق البحث عن الحيوانات المفترسة والفرائس للكائنات الحية التي تحددتها الملاحظة في النشاط السابق نلاحظ أن وجود أنواع مختلفة من الكائنات الحية في النظام البيئي واختلاف طريقة التغزية لهذه الكائنات عن بعضها يبقى نلاحظ من النشاط السابق وجود أنواع مختلفة يوجد أنواع مختلفة من الكائنات الحية في النظام البيئي واختلاف طريقة التغزية لهذه الكائنات عن بعضها اختلاف طريقة التغزية لهذه الكائنات عن بعضها الاستنتاج بتوجد علاقات غزائية بين الكائنات الحية وبعضها بتسمح بانتقال الطاقة من كائن لآخر في الشبكات الغزائية داخل الأنظمة البيئية بتوجد علاقات غزائية بين الكائنات الحية وبعضها العلاقات دي بتسمح بانتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر في الشبكات الغزائية الكلام ده كله داخل الأنظمة البيئية العلاقات الغذائية في الشبكات الغذائية نشاط قيم كعالم فكر أيهم أفضل لتوضيح العلاقات الغذائية بين مجموعة كبيرة من الكائنات الحية حال السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية الشبكة الغذائية هنا أقول لك لقد تعلمت الكثير الآن عن الشبكات الغذائية استخدم ملاحظتك وأفكارك لفهم وإدراك إجابة الأسئلة التالية لمساعدتك على التعبير عن أفكارك بخصوص الشبكات الغذائية أول سؤال معنا بيقول لك كيف توضح الشبكات الغذائية العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية في النظام البيئي إزاي بتوضح الشبكات الغذائية العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية في النظام البيئي بيقولنا هنا بتظهر شبكات الغزاء أن العديد من الكائنات الحية المختلفة بتشترك في الموارد الغزائية بداخل الأنظمة البيئية يبقى الشبكة الغزائية بتظهر أن العديد من الكائنات الحية المختلفة بتشترك في الموارد الغزائية بداخل الأنظمة البيئية يبقى الكائنات الحية بتشترك في الموارد الغذائية بداخل أنظمة البيئية يعني ممكن بتتغزى على نوع واحد من الكائنات كما توضح التفاعلات اللي تربط الكائنات الحية مع بعضها بتوضح التفاعلات اللي بتربط الكائنات الحية مع بعضها حيث بيقولك قد يأكل عديد من الكائنات المستهلكة المختلفة نفس الكائنات المنتجة أو الفريسة يبقى لك أن العديد من الكائنات المستهلكة المختلفة ممكن هي تأكل نفس الكائنات المنتجة أو الفريسة ممكن تأكل نفس الكائنات المنتجة أو الفريسة طيب السؤال البعض يقولك كيف تعتبر الشبكات الغذائية نظاما لانتقال الطاقة بتظهر الشبكات الغذاء أن الكائنات الحية المختلفة داخل نظام بيئي مرتبطة مع بعضها مثل الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة والتي تتغذى على بعضها من أجل الحصول على الطاقة إيبا شبكات الغزاء بتظهر أن الكائنات الحية المختلفة داخل النظام البيئي ملها مرتبطة مع بعضها مثل الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة والتي تتغذى على بعضها من أجل الحصول على الطاقة حيث انتقال للطاقة من الشمس إلى الكائنات المنتجة ثم الكائنات المستهلكة وبعضها وفي النهاية تصل إلى الكائنات المحللة يبقى الطاقة بتنتقل من الشمس إلى الكائنات المنتجة ثم الكائنات المستهلكة وبعضها وفي النهاية تصل إلى الكائنات المحللة طيب السؤال الثالث لماذا تعد الشبكة الغذائية شكلا مناسبا لتوضيح العلاقات بين الكائنات الحية أقصر من الثلاثة الغذائية قال لك لأنها بتظهر التفاعلات بين العديد من الثلاثة الغذائية داخل نظام البيئي لأنها بتظهر التفاعلات بين العديد من الثلاثة الغذائية داخل نظام البيئي بدلا من إزهار التفاعلات فقط بين عدد قليل من الكائنات الحية يب藥 الشبكة الغزائية بتظهر التفاعلات بين العديد من الثلاثلات الغزائية داخل نظام البيئي بدلا من إزهار التفاعلات فقط بين عدد قليل من الكائنات الحية وبكده يكونوا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا الدرس القادم سوف نستكمل شرح أقرأ أنشط التعلم وعن حل أنشدة الأضواء على انشاء التعلم اتنين فما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة